أول شي بخصوص موضوع العجز إحنا لازم نعرف نقطة من شنو تكون العجز من شنو صار العجز أو شنو هي المشكلة الرئيسية اللي انفتح فيها هذا الموضوع أنت عارف أن الكويتي هي دولة معتمدة مصدرها الوحيد للدخل وهو النفط في ظل هبوط أسعار النفط انفتح موضوع العجز وأن والله الميزانية صار فيها عجز لأن الإرادات صارت أقل من المصروفات وهل فعلا لدينا عجز؟ طبعا إحنا لازم نفرق بين شغلتين اللهمة عجز سنوي بالميزانية مقابل الإرادات والمصروفات نعم عندنا عجز أما نتكلم عن الناحية المالية للدولة ومتانتها المالية لا هذا الحمد لله الوضع المالي ممتاز ما في أي شيء عندك إنت احتياطيات عامة عندك احتياطيات أجيال وكذلك عندك الصندوق السيادي فأنت بالناحية المالية كدولة ما في مشكلة فيها لكن في موضوع الميزانية في عجز في موضوع الميزانية أكيد في عجز أنت بالنهاية مثل ما قلتك أنت تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل صحيح واتخلط فيه أنه الحل الأول والأسرع من الناحية من أنت شايفة كذلك؟ طبعا الحكومة أنا بوجهة نظري لا مو صحيح مو صحيح نحن المفروض نشوف الخلل الفعلي الرئيسي لأهو الاعتماد المصدر وحيد للدخل تنويع مصادر الدخل فلابد من تنويع مصادر الدخل إيه المرحلة الأولى اللي لا بد ناخذها بعي الاعتبار نعم يعني بشكل عام هل شايف أن الحكومة قادرة على التعامل مع هذا الملف اللي هو العجز في الميزانية مثل ما تفضل أنا لحد الحين الحكومة غير قادرة على حل هذه المشكلة والدليل يعني أننا نتكلم من مو من هالسنة نتكلم من السنة اللي طافت أنه كانت المفروضة تنزل المصاريف فما زالت المصاريف هي هي ما تغيرت وقفت على الميزانية نفس الميزانية السابقة حيث يصدد أن يثبتون الميزانية على العام اللي هي 19 مليار فلحد الحين الحكومة ما وجدت الآلية الصح أنها شلون تخفف مصاريفها أو أعبائها نعم كهدر موجود كهدر موجود